كيف اكتشف الإنسان إشعال النار في الليل بدون وجود الشمس والبراكين؟ ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية إن أصلاً نار ينتج من عملية الاحتراق وينتيج هذا الاحتراق عن طريق الشمس أي عندما تكون الشمس ملتهبة فأن أشيعتها تنتج شيرارتاً تقوم بحرق الأغصان الجافة والطريقة الأخرى التي عرف فيها الإنسان القديم النار عن طريق الحمم البركانية الناتجة من ثوران البراكين هكذا عرف الإنسان القديم النار ولكن كيف اكتشف إشعال النار في الليل بدون وجود الشمس والبراكين؟ تبقى هنا الأسرار والغاز حول من اكتشف النار أشارت أبحاث عن أدوات تم اكتشافها في الكهوف التي كانت تستخدم لإشعال النار من هذه الأدوات التي تم اكتشافها في إشعال النار هي وجود حجرين من الصوان حيث كان الحجرين يستخدمان فيقومون بضربهما ببعض لاحظ الإنسان القديم تطاير شرار من الأحجار إلى الأغصان الجافة وأن هذه الشرارة قامت بإشعال ضوء وأحمر في الأوراق ولاحظ أنه هناك حرارة ولا يمكن أن يمسكها بيديه وهنا عرف الإنسان القديم النار من الأدوات الأخرى وجود حجر كبير دائري مثقوب ثقب مجوف بداخله وبجانبه عصى من الصوان وهذا دليل على أن الإنسان كان يضع الأوراق والأغصان داخل الثقب وبواسطة العصء يعمل على احتكاك العصء بالحجر حتى يولد حرارة وهذا الحرارة تتحول إلى ضوء أو ما يسمى بالنار ونشير إلى النار قديما كانت تستخدم للحماية من الحيوانات المفترسة وتستخدم للدفئ في الشتاء وتستخدم كضوء في الكهوف وتستخدم كوسيلة للطبخ قديما حال من تعلم الإنسان القديم طرق إشعال النار والتحكم بها بدء يستفيد منها في الكثير من الأمور أكثر من استخدامها في الدفئ وطيه الطعام فقد استفاد من النار في عمليات الصيد والقتال والقضاء على الحشرات وجني ثمار التوت والتخلص من الشجرات الموجودة تحت الأشجار في الغابات حتى يسهل عمليات الصيد يختلف العلماء حتى الآن على تحديد أول مصادر النار في العصور القديمة وكيف تمكن الإنسان منيذ ملايين السنين من إشعال النار والسيطرة عليها بالاستفادة منها في عدة أمور كانت الأساس على ما نحن عليه اليوم من حضارات متقدمة كان أساسها هو النار ترجمة نانسي قنقر